بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد مع مادة اللغة العربية وعنوان درسنا لهذا اليوم جهود قطر من أجل صحة أفضل هذا هو الجزء الأول أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذه الحصة أولا أن تستخلص الفكرة العامة من النص بمهارة ثانيا أن توضح معاني الكلمات من السياق بشكل صحيح ثالثا أن تستنتج الأفكار الرئيسة والفرعية في النص بدقة عزيز الطالب أوقف عمل هذا المقطع ثم قرأ قراءة صامتة وضع خطا تحت الكلمات الجديدة والصعبة لعلك قد انتهيت من القراءة الصامتة أول سؤال يواجهك عزيز الطالب بعد أن انتهيت من هذه القراءة ما أهمية المحافظة على صحة المواطنين بالنسبة للدول نعم أحسنت أيها الألمعي الذكي بالطبع لأنها تعد دليلا على رقي الأمة وتطورها كما أنها مجال من مجالات التنمية البشرية السؤال الثاني حدد بإيجاز ركائز الخطة الوطنية للصحة في دولة قطر والجواب هو عينه ما توصلتم إليه وهو تقديم الرعاية والعلاج بجودة عالية وتعزيز الصحة الوقائية والحماية الصحية من المخاطر المحتملة ودمج الصحة في جميع المجالات السؤال الثالث كيف بذلت دولة قطر الجهود في سبيل المحافظة على صحة جميع السكان لعل ذلك واضح جلي وهو ما تشير إليه أيها العبقري والإجابة هي ما قامت به من تطوير المنشآت الصحية الحديثة ذات الجودة ونشر الوعي الصحي من خلال تنفيذ برامج توعية متخصصة عزيز الطالب تذكر أن الفكرة العامة هي الفكرة الجامعة المركزة التي يتحدث عنها النص بشكل عام وتربط كل أجزائه أو هي خلاصة ما يريد الكاتب قوله ما الفكرة العامة لهذا النص إذن إذا كان هذا هو تعريف الفكرة العامة فما الفكرة العامة لهذا النص نعم أيها الأبناء نعم أيها المتعاونون إن الفكرة العامة لهذا النص هي توضيح أنشطة وجهود قطر في مجال الرعاية الصحية وأهميتها أمامنا الآن الفكرة الافتتاحية لهذا النص سنقرأ هذه الفكرة معا قراءة جهرية وسنقف عند بعض معاني الكلمات بعد ذلك سنستكشف الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة وكذلك بعض الأفكار الفرعية ثم نترك لكم المجال لتطبيق ذلك على ما تبقى من فقرات هذا النص إن الاهتمام بصحة الإنسان دليل على رقي الأمة وتقدمها ويعد ضرورة بشرية ومطلبا أكده الدين الإسلامي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كما أنه مجال أساسي من مجالات التنمية البشرية ولهذا تسعى الدول إلى الحفاظ على صحة مواطنيها بكل السبل المتاحة وتعمل جاهدة على إرساء أسس مجتمعات سليمة وخالية من الأمراض والأوبئة والآفات من خلال نظرة شمولية لصحة الإنسان البدنية وكذلك النفسية ووقايته من كل الأضرار والمخاطر الناتجة عن مشكلات البيئة وتعقد نمط الحياة في العصر الحديث انتهت الفقرة لعلك تلاحظ أننا وضعنا خطا تحت ثلاث كلمات الكلمة الأولى هي كلمة جاء والكلمة الثانية هي كلمة المتاحة والكلمة الثالثة هي كلمة إرساء فما معنى كلمة جاء في هذا السياق كما جاء عن ابن عباس نعم أحسنت أيها الذكي جاء هنا بمعنى وراد ونقل إلينا أما عن كلمة المتاحة أتيح الشيء أي نعم أحسنتم أمكن وطرح وسمح به ووفر إذن كلمة المتاحة معناها الممكنة أو المسموح بها فماذا عن كلمة إرساء نعم نعم أرس الشيء أي أحسنتم ثبته إذن كلمة إرساء معناها تثبيت فما الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة لعلك قد توصلت إلى أن الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة هي ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان بالنسبة للأمم والمجتمعات أطرح عليك سؤالا يحمل في طياته فكرة فرعية وردت في هذه الفقرة والسؤال يقول ما الجوانب التي تضمنها النظرة الشمولية للحفاظ على الإنسان وصحته ما هذه الجوانب أحسنتم إذن النظرة الشمولية لصحة الإنسان البدنية وكذلك النفسية ووقايته أيضا من كل الأضرار والمخاطر التي تنجم عن مشكلات البيئة وتعقد نمط الحياة في العصر الحديث عزيزي الطالب أوقف عمل المقطع ثم قرأ هذه الفقرة وحاول أن تستنتج معاني الكلمات التي وضع تحتها خط وكذلك الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة وحاول أن تجيب عن سؤال الفكرة الفرعية أظنك قد انتهيت من القراءة ولعلك قد توصلت إلى معنى كلمة التشريعات فكلمة التشريعات هنا معناها القوانين التي يشرعها أهل القانون أما عن كلمة تحقيق فكلمة تحقيق هنا معناها تنفيذ أو جعلها واقعا وقد تأتي كلمة تحقيق بمعاني أخرى من هذه المعاني معناها في هذه الجملة في قوله واصل القاضي التحقيق مع المتهم فكلمة التحقيق هنا معناها التحري وأخذ الأقوال أما عن الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة فنجد أنها نعم أحسنت أيها اليقظ حرص قطر على صحة الجميع بأفضل الوسائل والأسس عزيز الطالب ما الذي تؤمن به دولة قطر ولماذا عليك أن تجيب من خلال قراءتك لهذه الفقرة أظنك قد عرفت الإجابة أحسنت لأنها تؤمن بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزائرين لماذا؟ لأنها خير استثمار لمستقبل هذه الأمة أحسنتم وعلى هذا أيها الطالب النجيب تستطيع أن تستكمل قراءة فقرات هذا الموضوع وتستخرج معاني الكلمات وكذلك الأفكار الرئيسة والفرعية عزيز الطالب أوقف المقطع ثم افتح كتابك صفحة 177 و 178 من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة من الأول وحتى الثالث في لغة النص من أجل تعزيز فهمك لمعاني الكلمات من خلال السياق وكذلك عن الأسئلة من الأول وحتى الرابع في صفحة 178 و 179 من أجل تعزيز فهمك للأفكار الرئيسة والفرعية عزيز الطالب لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الإسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع ثم إرسال الإجابات إلى معلمك وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته